اشتركوا في القناة 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 الخير. قد يبالك من انا بقوله كويس قوي ده. هي مجرد على ذاكة بي احسن. وطلبت منك الطلب ده بس نديد يا ايه تذكر. اي نعمة مذاكرة في اتعب ما حدش بينك والحياة كلها في اتعب. اهو نفس الموضوع اللي انا قلت الملك ده لله المثل الاعلى. ربك سبحانه وتعالى بيتودد الينا بالليل والنهار. بيديك النعم بالليل والنهار. وكلمة الود يعني الحب بس بعمل. مجرد حب ايه ده? احنا بتحب ربنا ميس? ايه ربنا اللي بيحبنا. لا ربنا بيحبنا. وانا متأكدة بنكمل انا بقولها زي. ربنا بيحبكم. بيحب كل الانسان. لانه انعم علينا. انا معلينا بكل النعم. حتى الكافر ربنا بيرزقه. لعلنا يرجع لربنا سبحانه وتعالى. جيبوا رحمة ربنا. سبحانه وتعالى. فهو بيتودد الينا بكل حاجة. انتي بتي بقناه مع السريل. والقلب شغال. والكبت شغال. والمعدة شغالة. انتي بتحسي اللي مشتغل بها ده. لو الجهاز واحد وقف. الدنيا كلها باسط. محدش هدري يتنفس. لو نفس دخل ما طلعش. خلاص الانسان مات. اقل حاجة. اقل لميكروب صغير بيدمر خلال الانسان. ومعنى ان ربنا يسونك ويحفظك وانتي نايمة ويقومك وتاكل وتشرب وتستمتعك. احنا مش بناخد بالنا من نعم ربنا. احنا لو حد فينا اصلا جات جرح في ايده. وتبقى ايده وقفة. عليكم السلام يا روح. ايه دبقى كلها وقفة. ايه اللي بيحصل? بيقول ايه. سبحان الله لما ايدي كانت دي شغالة. انا ما كنتش حاسس بنعمة ربنا. ازاي بحرق ايدي بسهولة كده. وبعمش على الرجلية. غيري مش عارف يمشي. غيري مش عارف يتحرك. يستي الاكل اللي احنا. ايه. 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 فيه ستة وسبعين. اتزام الانسان ما لا يلا. لكن بالنعم ربنا علينا ان احنا كل ده تحت ايدينا. وبيديك النعم اكتر واكتر. نفسك في حاجة بيديها لك. انجاح بيديه لك. ايه. 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 مكتوب لك ومقدر لك. وطلب منك طلب واحد بس. الله بهدفك. شكرا. وقال لك عبود الله. لتعابديني وانا مش هيقصر معي عبادك يعني الانسان كفر مش هيقصر عند ربنا عبد مش هيقصر عند ربنا مش هيزوض حاجة في ملك ربنا ولا نقص حاجة في ملك ربنا يعني ربنا مش ولا قريدنكم من رزق neurolog او انتو تعمونه. ربنا مش عالز مننا حاجة. لما ت��하면 اتيت هتشتغالي ربنا سبحانه وتعالف هتدييله فلوس عشان كده拉 اخده منك! لا! دي حاجة رجعلك. يعني انت تليل ورجعك مش حاجة راجع ربنا. ومع كل ده. يقول لك كمان ليك في الاخرة اللي انت عايزة. ما لا عينه رأت. ولا اذن سمعت. ولا خطر على قلب وشف. كل ما تتخيليه. لا. على منه. لانا وحكتلكو بس على حاجة في الجنة صغيرة بس. السرير اللي احنا بنامع ليه في الجنة. حد يارى شكله ايه? حد يارى في السرير اللي انسان المسلم بنامع ليه في الجنة شكله ايه? قد اقرأ عنه? لا. لا. يا خيرون السرير ده. السرير بتاع كل واحد لو واحدة عن فكرة. بتاع بحاجة. السرير بولة. اااا. المراتب بتاعته محشية من النور. النور. اسمعوا كلمة اللي بلوكه عليه. المخدات. تي مخدات بغيارات. خط ايدك عليها وتبتكي علىها وانت قاعدة. محشية من النور. السرير من برا لونه احمر. وليجي نحات وبياخد الانسان المؤمن ويضطير به في اي حتة هو عايزه في اي مكان يروح فيه يطير فيه طب يا ربي هو انا في الجنة ليه يقضي ايه اقل لواحد ليه نصيب في الجنة نصيبه ده قدي كوكب الارض عشر من ربط مساح انتم بتخيلين في ايه انا بقوله ده يعني اقل نصيب في الجنة اقل الانسان لنصيب في الجنة ولو فرضا حتى قدي كوكب الارض كله دي مساحتك في الجنة ايه ده سبيل بتاعك بقى يشير ده بيكت كل حد في اي مكان في الحتة بتاعتك الملك بتاعك الاصر بتاعك كل حكتك موجود كل ما تتخيلين موجود احنا عندنا الالوان اللي ربنا يعني خلقها لنا في الدنيا هما سبع الوان وطلع منها كل الالوان في الحياة دي كلها لا فيه الوان ربنا منزلهاش على كوكب الارض متعرفتش في الجنة انا لو اتكلمت مش هخلص كل ده نعيم يا رب ايواش هكيدة ربنا قال ايه في شغل ينفاكهون ودينا ناخدها ان شاء الله الترمي التاني في سورة ياسين انا اصحاب الجنة اليوم في شغل ينفاكهون شغل شغالين طب بنشتغل في الجنة يا رب بنستمتع بس هو ده الشغل انا بتاعك ان انا مش عارفة قلم استمتع بايه ولا بايه طب بعد النعيم يتخوي ده كله ما يستحقش مني ان انا لما الاداني يقزن او متوضى وصلي اظن يعني عيب قبي ايه ده في ايه ايه اللي انا بعمله ده ده انا بضيع نفسي تواشيل عن نفس النعيم ده كله ليه النعيم ده كله يخليني مثلا ان انا اعمل زمن او اسمع مصيق وربنا حرامها او اشوف فيلم مثلا ربنا مش راضي عنه عشان مجرد ان انا اتبع الناس وبقى شوه الناس او البنات تنزل بشعرها مش عايز سبس الحجاب دلوقتي او يبس بونطونات المقطعة لمجرد بس ان احنا عايزين نبقى على الموضة ويشعر فالبيك فت في كلمة بتقولوها انتو كده اسمع حاجة فت مش عايز اسمع ايه اوت فت ايوه هو الاوت فت ده اختراعات بتختارعوه هو احنا عندلك الاس بلبس العين بلوزة وبنطرونة او تجيبا وكوتش اخير ناكان كده ولا جات لأ اوت فت وعملت طوار ناستوكو على الفيس بوك وكل اللي من هب ودب شايبكو وياخد صواركو يلعفها زي ما انتو عايزين وغيرها ويحطها بمكان لمكان وانتو فرحانين بكل ده مش اهمين ان كل ده خطر طب حاجات كتير في حياتنا غالب طب ليه احنا بنصلحش الحاجاتي على انتو من قدر عشان احنا عايزين ان يخلي محور حياتنا هو منهج الله سبحانه وتعالى وهو محور حياتنا يكون عبادة ربنا هل اللي انا بعمله ده ربنا هيكون راجعا ولا لا اقفوا دايما المداية كده وانا اي نزلة صف مثلا راح المدرسة واشوف نفسي كده وانا نزلة بشعري حتى ميكوب مسكة البرفان مغراءة نفسي بيه عشان تبقى ريحتي حيلة وسط زمين عشان بي مني حد لابسة بمطلون دايق بمطلون بقطع ونزلة عشان نزلة حلا طب لي يا بنتي عشان نبقى على المودة عشان نبقى زي زميني عشان ما حدش من زمينتي يتقلس علي يقول لي انت مودة قديمة او انت من مشيخ طب ما يدور عليك يوم الايامة ولا حد بثيو ما يدور عليك لابوك وامك يوم الايامة هيقولك نفسي نفسي يا بابا دي حاسة ندخل الجن يقولك ابدا نفسي نفسي يا ماما تقولك نفسي نفسي ما حدش هيدور على حد يبقى الاولى ان هيدور على نفسي اعقل اعقل مخي. هل انا هعمله ده? ربنا راضي عنه? لبسي ده? ربنا راضي عنه? طريقة كلامي مع امي ومع ابويا. ان انا كبرت دي وقت انا خلاص لأ انا علي صوت. ان انا علي صوت على ابوه واموه هل ده ربنا راضي عنه? حتى لو بعمل كل حاجة صح. ان انا اثر في مذاكرتي هل ربنا راضي عنه? عشان كده لازم اعرف مسئولية اللي علي. ونفزها وخلي محور حياتي في كل حاجة انا بعملها. كفت شيء. وربنا هيرضي عنه بعملو ده? ولا لأ. ساعتها حياتي كلها هتنسلح. عشان كده ربنا قال ايه? فلا نحي انه فيه السرعة هيعيش حياة طيبة. وكمان في الجنة ليه اكتر واكتر. عشان كده يعني ربنا سفينه السلام عليكم ومسينا بكين. السلام يا باتولي زاك يا روح. ماخرد يا توتي. الحمد الله يا رس مالش. مالك السرعة دخل بتاخرها تقريبا او حد كان دخل بتاخرها. نحاول نس حاضر ومعيد من الحصة ان شاء الله. احنا في درس صباح ستة وسبعين درس اسمه اتزام الانسان منهج اللات تابع الاضواق. درس الاول في الواحدة التالت. نكمل اولاد. بيقول لي واحكام منهج الالهي. يا ريت الاول يكون معانا الله يرضى عليكم. واحكام منهج الالهي تنزهت عن النقص. فليس فيها شيء يحتاج الى من يضيف اليها في اي وقت من الوقت. يعني ايه الجملة دي. يعني المنهج اللي ربنا حطهونا في الحياة والدين اللي ربنا سبحانه وتعالى يضاداه لنا. عطتهونا بطريقة كل حاجة فيه موجودة. كفة شيء موجود. مفيش حاجة فيه مش موجودة. مفيش حد اولا عايز ايه? لأ. طب ما انا بدل ما خلي سرقات خمس او دي اربعة لا خليهم تلاتة. لا ما عارفش. مفيش حد يعدنا عمان هجرب بنا. سبحة ستة وسبعين يقباين. سبح الفل عليك. الناس دخل في الآخر ما تجزح على الدولار. نيش. يلا. فليس هناك فليس فيها شيء يحتاج لمن يضيف اليها في اي وقت من الالقاء. وليس من شأن احد ان يتدخل فيه. فيقول حلال? فهذا حرام. ما ينفعش. لاني اللي بيحل الحلال ويحرم الحرام هو الله. فكل من ادعى غير ذلك فهو كداب. لا يلتفت إليه ولا يسمع على قوله. حتى ما ربنا سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لما تصف أنسنتكم الكذب فهذا حلال وهذا حرام لتفتروا. لتفتروا على الله الكذب. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. ما تقولوش ده حلال وده حرام. وتحرموا على أنفسكم حاجات ربنا أحلها. وتحلوا لأنفسكم حاجات ربنا حرمه. لأ الحرام الحلال بيت والحرام بيت. الحلال واضح والحرام ايه? واضح. تمام? فيجب على المسلم هيطول ما كان موقعه في المجتمع. أن يسهل حركة الحياة التعامل بين الأفراد. هقف عند الحتة دي واستنى. هارجع بس لجزئان اللي فاتت. أحكام من الجيل الهي عن خطة تحت الحتة دي. ليس فيها نقص. تمام? وعند الحتة دي. وليس من شأن احد ان يتدخل فيها فيقول هذا حلال وهذا حرام. يعني بس دي الحتة اللي انا عايزها في جزئان الجزئان التانية يقول لي يجب على المسلم حيث ما كان موقعه في المجتمع. أن يسهل حركة الحياة التعامل بين الأفراد في المصنع في المدرسة في المتجر في الطريق العام. فلا يطير المشكلات ولا يعوق أعمال الناس. يعني يكون انسان هاي الليون. ما يكونش انسان صعب كده. آآ بيتعان مع الناس بمكشر. بتعاني مع الناس بطريقة وحشى. لا يتعاني مع الناس بطريقة ايه? سليمة. فيجب علي ان يكون لا يسير المشكلات ولا يعوق عمال الناس. فيغضب الله عليه في تصرفه الضال او تصرفه الظالم. الضار لمصالح الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وده الحديث بتاعنا في واحدة التالتة او الحديث. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. يعني انسان سمح. يعني سمح. سهم. لين هين. مش معنى كده نوع بيه. لا. لا. بحكمة. اتكلم معك واتفض الحبيب. مش عارف ايه. بتكلم بهدوء. مش بتكلم بغزة او بقصوة او مثلا بطريقة مش كويسة. لا. سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. يشتري انسان سمح. طيب هين لين. وكمان لو باع نفس الموضوع ولو اشترى نفس الموضوع. حتى اذا اقتضى لو حد اصلا قال له اه شوف احكم لي في الموضوع ده. ده عمل فلان ده سو ده قال لي ده عدلي. لا هو كمان بيقدر ان هو ايه? بيكون سمح لين هيا كمان في الايه? فالحقيقة لا تخلو في معاملتها من طلب حق لك عند غيرك. يعني انا مسلا كان ودرسة ليه حق عليكم? يا اولاد مسلا ذكروا. يا اولاد يعملوا. يا اولاد سووا. وهو ده كده انا حق عليكم. انت مسلا حققكم علي يا تيرش مسلا عايزين مسلا مش عارفة ايه? عايزين مزاكرة ايه? عايزين مراجعة ايه? عاملين ايه? سوين ايه? وده حققكم علي. فالحقيقة تخلو من معاملتها في طلب حق لك عند غيرك. او تقديم خدمة. واستماحها تجعل المعاملات كلها تتمي في يسر وسلام. دون تفرقة بين المسلم وغير المسلم. فان من حق كل انسان ان هو يمارس اعماله ويؤدي شعائر ديني. يعني ايه الجملة دي. يعني انا مسلا مسلم او انا اي دين تاني. انا ليه الحق ان انا مارس ديني شعائر ديني. في اي بلد انا موجود فيها. وللأسف للأسف الشديد. ان هما الغرب بيدوروا على الحرية الخاصة بهم بس. يا كتيك عند الاسلام? يقول لك ده ارحب. طب ليه يعمل حق? انت حر في دينك انا حر في ديني. ان انا مسلا اعبد الله سبحانه وتعالى كما اراد الله. لا احنا باكة مسلمين ما بنعملش زيهم. فضل ربنا. احنا عامر بن العاص داخل النبي صلى الله عليه وسلم من كمان قبله. اه في المدينة كان في يهود وكان فيه وفيه وفيه. كان بيبقي كل واحد على عيباته. ما كانش بيقول له مسلا اخرج من بلدك زي بيحصل دوقتي في غزة. يقول لك عادين يعملون من زوحن غزة يروحوا سينة وسيبوا غزة عشان دي اردنا. لا ما بنشيبش مع حد من مكانه. ما بنبيتش ناس مرة واحدة ان يبيت عنصر كمة من عناصر الامة. لا الكلام دا مانفعش. بالعكس بالعكس احنا بنحافظ على كل عنصر من عناصر الامة. بنسامح الناس اللي حوالينا. ولازم النبي حد صلى الله عليه ان احنا ما ينفعش ان احنا نقذي حد يكون معاهد وعايش معانا من اهل الدين اهل الميل الكتاب. يعني واحد اهل الكتاب عايش معانا يهودي او مسيحي. ماينفعش ان انا اتزيد. ولا خد حقه من حقه. ولا جي عليه. ولا اسرقه ولا حمله حتى فوق طاقته. تخيلين? محملوش حتى فوق طاقته ماينفعشي. طب يعقاب اليامل كده النبي قال له انا خصيم اليوم اليامة. هقف قدامه وهكون قدام ربنا. يعني انا اللي هكون زي ايه? انا اللي هكون ضده يوم اليامة. بدلا ما احنا ما دقع على رضا النبي صلى الله عليه وسلم عندينا. وان هو يشعر يوم اليامة عند ربنا. لا ده دقاء النبي هيكون خصيم الانسان اللي يعمل كده يوم الان. فالموضوع مش سهل. عشان كده من حق كل انسان ان هو يمارس اعماله ما يؤدي شعائر دين. فالاسلام حريص على ان يتعامل ابناء الوطن كما الواحد كما يتعامل افراد الاسرة الواحدة. فحينما هاجر النبي اهو الى المدينة نبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ارسى يعني وضع مبادئ الاخوة والتعاوج بين الجميع. خلنا بقت الناس كلها عشيب وطن واحد. اخى بين المهاجرين والانصار. وبين المسلمين حتى وبين اصحاب الديانات الاخرى. في ظل هذا التنوع اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يأسس دولة قوية يسودها السلام والتعاون. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عمل قوانين. عمل زي دستور في المدينة. كتب كده تشريعات حيث ان محدش يجي على حد محدش يجي حد محدش ياخد من بيع حد. سواء كان يهودي او مسلم او ايا كان. واني اصلا اليهود هيهم كيه والمسلمين هيهم ايه. كل ده تكتب. وكل المدينة وفقت عليه. كدسطور كقانون. فده عشان اللي يصلنا معاكس فهمنا ان انتم عايشين في وطن واحد. مقم ما كان اختلاف الملد بس المهم. خلي بالكم. خلي بالكم. خلي بالكم. يا تيتشار. ايه صورة عندنا اسم صورة الممتحنة. صورة دي بتأكد عقيدة عندنا كمسلمين اسمها عقيدة الولاء والبراء. يعني يا عقيدة الولاء والبراء في تشارك. عقيدة الولاء والبراء دي لازم تكون عند الانسان المستقبل. ان هو يعتقد داخل قلبه يوالي من ويعادي من او يتبرق من من. يعني ايه الجملة دي. يعني انا مسلا. مالشي نران المايك افليشا فيه صدس. انا مسلا دلوقتي انا ليه واحد صديق مسيحي او يهودي. اتعامل معه ازاي? هل مسلا اخد حقه? هل اجعله? هل اعادي? هل اكون صديق لي? ازاي? هل احبه عن صديق المسلم? طب لو بقى زاني وازديني. طب انا بحبه. اصبر عليه? لا. ساعتها بقى ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا زي حدود معينة في التعامل مع الانسان الاخر. اللي هو الايه? اي حد غير دينك. طب ازاي? اعطل الانسان حدود معينة. ان ربنا سبحانه وتعالى. قالك متحبيش الانسان اللي على غير دينك المعادي ليك على اللي من دينك. يعني مثلا دلوقتي انا في موقف. الموقف ده يخليني احكم بالنصرة. يعني انصر مين? انصر المسيحي ولا انصر المسلم? يعني الحق مش عند حد يعني انا مش عارف مين. بس تمهد ايد مين? انصر ده ولا انصر ده? لأ انصر اخاك. المسلم على المسيحي. طب ولمسيحي نشرة المسيحي يعني? لأ. في احتيه زي ايه? يعني مرتبات. رتب معينة. دلوقتي اخوية المسلم اولى من المسيحي. هو اللي اولى. هو المفروض ان انا ارعاه اكتر. لان ده مطالب كاخوية في الاسلام. لكن المسيحي ده دين غير برا ديني. طيب ده بالنسبة لنصرة. طب لو كان المعادي اللي هو المشرك عمتا او اهل الكتاب مسلم او مسيحي او يهودي. كان بيقف قدامي وبيشتم على ديني وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينفع ان انا اوليه وان انا احبه? لأ. عندي هنا ولأ. فانت ربنا سبحانه وتعالى ما قلناش ما تبقاش بينكم وبين غير المسلمين ودوا محبة وصحوبية وصداقة وتروح عندي ويجي عندك ويأكلوا مش عارف ايه وفي الاعياد نزلوا مع بعض ونتفصحوا مع بعض. ربنا ما حرمش علينا ده بالعكس. ده حتى اكلهم حلال لنا. عادي لأكلوا وعدهم اكل منكم من اكلهم مش مش عشاكل. المهم ان هم ما يعادوش دينه. طب لو بقى كواحد كمعادل ديني. بيزيني في ديني. بيحاول يخرجني عن ديني. آآ يشككني في معتقداتي. آآ يجتمع نبي صلى الله عليه وسلم. لأ ساعتها ده بقى اعوذ بالله. او مسك سلاح وعازقتني لو ما الناس بقى ايام من الحرب. لأ كل ده لأ. ده ساعتها ما يدفعش ان احنا نواليه. وهي دي عقيلة الولاء والايه? والبراءة. فربنا علينا ماشي. ممكن ربنا لا ينهاكم. ربنا انتوا تحبوا ايه? انتوا الناس ليت انتوا تحبون وفيه وده منكم عادي. بس ما يكونش على حساب ايه? الدين. ان دينك هو رقم واحد في حياتك كلها. فالاسلام حريص على ان يتعامل ابناء الوطن الواحد كما يتعلم الافراد الاسرة واحدة. قلت لما النبي صلى الله عليه مراحل مدينة. اخى بين المهاجرين والانصار. وبين المسلمين واصحاب الديانات الاخرى. طب نشوف بقية الدرس. بس استعدينكم ونخرج. ونتخل تاني بسرعة. يلا بي. السلام عليكم. نصل لك.